السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محدثكم عدناني العبدالله هنا من قناة سيلفي سبورت القناة الأكثر تنوعا حيث المحتوى الرياضي في اليوتيوب نذكركم دائما نشترك في القناة وفعل زر التنبيهات ليصلك كل جديد بإذن الله إن أعجبكم المقطع عطينا اللايك وإن ما أعجبكم أيضا عطينا اللايك دعما للتعب اللي تعبنا لكم في هذا المقطع حديثنا اليوم عن الحلقة الرابعة من برنامج تحت المجهر خلوكم معنا في سبتمبر الماضي كانت في مباراة بين مانشستر يونيتد وويست هام في الدورة الإنجليز الممتاز والانتصر فيها مانشستر يونيتد في أحداث المباراة كان مارك نوبل لاعب ويست هام على مقاعد البودلة وكان لابس الجاكيت ومدف يوميلبرغ ويتابع المباراة من الدكة ديفيد مويس جاء لمارك نوبل يلا على أرضية الملعب وهوبا يدخل بأحمقات بسيطة للملعب في آخر دقائق المباراة تحصل ويست هام على ضربة جهزة تقدم مارك نوبل وسددها وضاعت وتصدى لها ديخية في ذيك المباراة نفس الفكرة اللي حصلت مع ساوث جيت في نهاي يورو 2020 اليوم أشرك سانشو وأشرك راشفورد وضيعوا ضربة الجهزة وخسروا في ذيك البطولة هالشي خلاني أفكر هل دايما اللاعب البديل جاهز؟ بعد بحث حصلت شي عجيب فيه شخص اسمه سامي لندر سامي لندر هو أول مدرب مختص في البودلة يعني هو المدرب متخصص فقط باللاعبين البودلة أخصائي بودلة سامي لندر مين هذا؟ سامي لندر قصته جميلة ولطيفة سامي لندر كان لعب كرة القدم غير محترف وما طول في عالم كرة القدم كان على مقاعد البودلة في يوم من الأيام جال المدرب سامي تقدر تلعب مستعد أنك تلعب حست بشعور رعب وخوف غريب ذاك اليوم قال لا مش جاهز لأنه ألعب قرر بعد ما وقف كرة القدم أنه لازم يدرس هذا الموضوع بداية عمل مع نادي ويمبلدو الإنجليزي كمساعد مدرب ومكتشف للأكاديمية لكن في نفس الوقت عمل دراسة للبدلاء في الدور الإنجليزي في الدرجة الثانية وتأثيرهم على نتيجة المباراة واستمرت هذه الدراسة مدة موسمين طبعا تحت نظام ومعاييره وحددها بداية بعد هذه الدراسة قدمها إلى نادي ويمبلدو الإنجليزي في الدرجة الثانية وانبهروا جدا من الأداء والنتائج التي قدمها لهم سامي لندر لذلك قررت الإدارة أن تعطي سامي لندر مهل أو تعطيه فرصة لمدة موسم يجي بعض من الغير مهتمين في عالم الدراسات في كرة القدم يقول لك إيش قاعد تخربط مدرب بودلاء ما هو نفس المدرب والمساعدين هم مختصين بالبودلاء عالم كرة القدم حاليا كالجامعة فيها مدربين أخصائيين بالحراس ومدربين يدرسون ضربات الجزاء وتنفيذها للاعب الخصوم ومدربين يحللون لغاقة البدنية وبناء العضلات وخصائيين تقذية كبير من الدراسات اللي تحتاجها الأندية لتطور لاعبينها وتصل لقمة الاحتراف خلينا نعرف تجربة سامي لندر مع ويمبلدون كيف تمت وكيف كانت نتائجها في مباراة ويمبلدون وبورموث في كأس دوري رابطة المحترفين أو كأس بابا جونز اللي يسمى حسب الراعي في مباراة ويمبلدون وبورموث كانت النتيجة 2-2 انتهى الشوط الأول عليها لذلك دخل اللاعبي بودلاء بورموث مباشرة إلى غرفة الملابس لكن بودلاء ويمبلدون دخلوا إلى أرضية الملعب مباشرة بقيادة سامي لندر وبدأوا عمليات إحماء خاصة فيهم استغرب الجمهور هذا الشي جديد يشوفهم ومتعود عليه حتى الإعلاميين من اللي قاعد يقود لعبي بودلاء ويمبلدون بدأ الشوط الثاني والمباراة كانت بنتيجة 2-2 مدرب ويمبلدون أجرى أول تبديلاتها في الدقيقة 57 لما أشرك هنري لورنس وبعدها في الدقيقة 70 أشرك مهاجم لوك لوك وهنري لورنس كان أحد أسباب فوز عملي بلدون في ذيك المباراة هنري لورنس تسبب بضربة جزاء وسجلت من قبل الفريقة ولوك سجل الهدف الخامس والقاتل للفريق وانتهت المباراة بنتيجة 5-3 مباشرة بعد ما تنتهي المباراة سامي لندر يتجه إلى كمبيوتر الشخصي يسجل إحصائياتها اللي يدرس فيها عدد الأهداف وعدد الأسست اللي يقوم فيها كل لاعب بديل وتأثيره على الفريق بعد شهر من بداية الموسم إحصائيات في الدولة الإنجليزية للدرجة الثانية تأكد أن ويمبلدون هو الفريق الأول اللي بدلاء أثروا على نتائج المباراة وحققوا انتصارات فيها وكان السبب وراءها سامي لندر لندر يدرب اللاعبين البدلاء من عدة نواحي من ناحية بدنية من ناحية ذهنية من ناحية تكتيكية سامي لندر بعد دراسة اكتشف أن اللاعب البديل يحتاج 20 دقيقة من الإحماء عشان يدخل في إطار الدفء ويكون مستعد لأنه يكون على نفس مستوى اللاعب الأساسي وغالبا المدربين لا يعطي اللاعب البديل فرصة لمدة 20 دقيقة أن يحمي عشان يدخل المباراة يكون المستعد يدخل مباشرة أما يسد فراق وأما ليحقق فارق في الملعب لذلك سامي لندر يستفيد من 15 دقيقة بين الشوطين أن يجهز اللاعبين ذهنيا وبدنيا أنهم يدخلون في أجواء المباراة بعد انتشار قصة سامي لندر في مباراة وينبلدون وبورموث كثير من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض الصحافة سخرت من قصة أن مدرب مقاصص للبديلاء وقالوا باقي مدرب يختار قاروة الترماء اللي يشربها اللاعب وكان من مبدأ السخرية لكن سامي لندر وبعد فترة بسيطة من عمله أحصائيات اللي أثبتت أن وينبلدون الفريق الأكثر تأثيرا ببدلائه أكد أن خطته ودراسة لعملها كانت في محلها وينبلدون كنادي استفاد كثيرا من سامي لندر وقرر أن يعطيه فرصة أطول سامي لندر يقوم بتحفيز اللاعبين البدلاء اللاعب غالبا على دكة البدلاء خاصة أنه ما لعب فترة طويلة ويجي هوب ومباراة فجأة كده يدخل إحنا مطالبة يلا فرصتك لازم تثبت نفسك يلا يلا طيب هو فترة منقطع عن رسم مباريات داخليا نفسيا يحتاج دعم يحتاج تحفيز يقول اللاعب بول لاعب وينبلدون أن سامي لندر عليه تأثير إيجابي للبدلاء يقول بول أنا لا ألعب كثيرا بما حكم أن ننتقل من أكاديمية إلى النادي وينبلدون يقولك أنا ما ألعب كثير مع الفريق وأحيانا أحتاج تحفيز أني أحب الكورة وأحب أني أتدرب يوم بعد يوم إيش الحل؟ أني أتابع مباريات أو مقاطع مبارياتي على اليوتيوب لكن سامي لندر يجيني ويحفزني أنت عندك أهداف داخلية أنت لاعب تملك رغبة أنت فرصتك لما توصل لك ما راح تضيعها فيعطيني دافع قوي أني أبدع وأتميز سامي لندر ما يكون تخصصه فقط تخصص تكتيكي مثل ما ذكرنا هو يكون مدرب ذهني مدرب تكتيكي ومدرب لياقي يجهز اللاعبين لياقيا لأن في كثير من اللاعبين قبل المباراة ما يكونون جاهزين لياقيا في كثير من اللاعبين على الدكة ذهنهم أنهم يشاركون في دقائق معدودة قبل نهاية المباراة أن تأثيرهم ما راح يبين لمدرب فسامي لندر كان هذا التخصص سامي لندر تراشى بصغير عمره 25 سنة وما لعب كرة القدم بشكل احترافي نهائيا وأزيدكم معلومة غريبة اكتشفتها سامي لندر مصاب بالعامة في عينه اليومنا بسبب حادث لكنه مصر على علمه الجديد علم مخصص باللاعبي البدلاء أنه راح يوصل إلى الأندية الكبيرة يوما ما وأنه راح يكون شيء مهم في عالم كرة القدم مبدئيا من تسمع الفكرة تحس أنك فكرة قوية جدا أنك تحتاج هذا المدرب تحتاج هذا المحفز النفسي للاعبين البدلاء كإحصائيات اللاعبين البدلاء كنسبة هي قليل جدا من يؤثر على نتيجة المباراة خصوصا من يلعب في آخر ربع ساعة من المباراة أو في آخر نص ساعة من المباراة لكن سامي لندر عمل دراسة وبدأ بخطواته الخاصة وأثبت أنه عكس ذلك سامي لندر هو مشروع للأندية الكبيرة في المستقبل وممكن نشوف اسم سامي لندر في ليفربول خصوصا وأن كلوب يحبها الدراسات بيب جوارديولا أو الأندية الكبيرة في إنجلترا في المستقبل القريب أعطوني رأيكم على فكرة مدرب أخصائي بودلاء وعن الموضوع ككل وأنا أقول لكم السلام عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر